أنا بصراحة مش هو ماقل مزعل حضرتك قوي كده دلوقتي أنا مزعلانة ولا حاجة أنا بالفت نظر حضرتك إن شغلك شؤون القانونية يعني ملكيش علاقة في شغلي خالص أنا قدارة وإنت قدارة تاني خالص عندك حق أنا عارفة كويس قوي إن أنت قدارة وأنا قدارة تانية خالص بس كل اللي عملته إن أنا بفكر في مصلحة المصنع مش أكتر عرفيني إيه اللي أنا بعمله مش في مصلحة المصنع أول حاجة حضرتك لازم تبقى فاهم إن أنا مش ضدك كل اللي أنا بعمله في مصلحة المصنع وبس سريعا لو أنت خايف إن أنا أخد مكانك فده مش هيحصل كل الحكاية إن أنا عايزاك تفكر في فكرة جديدة فكرة مبتقرة فاهم قصدي إيه؟ إيه يعني؟ حضرتك دلوقتي ممكن يكون المنتج بتاعك معروف كويس قوي وبيبيع كويس قوي بس لو فكرت في فكرة جديدة قريبة من الناس وتقرب المنتج من الناس ده يبقى كويس قوي للشركة يعني لو فكرت في فكرة تخلي الناس لما تخش السوبر ماركت تفكر في المنتج بتاعك وتبقى بتطلبه طول الوقت دي حاجة كويسة وبدل ما أنت بتنافس حد في السوق يبقى بتنافس نفسك فهمت؟ وانت شايف ده يتنافس إزاي؟ فكرة جديدة هات حد يفكر في فكرة جديدة فكرة تقرب الناس للمنتج مش أكتر السيدي لحضرتك طلبتين شكرا السيدي ده عليه ولا حاجة أنا طلبت السيدي لي لتصميم الجديد للعلم إيه المشكلة يعني؟ مش شوغلك ده انت شوغلك الشؤون القانونية ملكيش جواب العلاقات العامة والتسويق والعلمك الدعاية والإعلام بتاعت أنا ومش هاسمح لأي حد تدخل فيها ماله ده؟ سيبك منه سيبني منه إيه؟ إيه اللي حصل؟ عزت أنا تعبت أنا ما بحبش أشتغل في مكان كل إدارة فيه بالفكر مع نفسها المفروض إنه هما كيان واحد والمصلحة واحدة تعبت يا وانت الحقتي؟ آه أنا فهمت شاك مش هينفع تعملي صدام ما بينك وما بين أي إدارة تانية خصوصاً لأنك لسه جديد عليهم وحتى لو أنت صح هما مش هيفكروا غير في حاجتين إما إن الجاية تاخد شغلهم أو إن الجاية تظهري على حسابهم لكن لو تعاملوا معاكي وعرفوا طريقتك وطريقة تفكيرك ويتأكدوا إنك بتعملي للمصلحة أكيد مش هيرفدولك ولا طلب منطق برضو أقول لي تشرب إيه؟ أي حاجة حلاً واشت ويتأكدوا 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 منطق منطق حلاً أما قلت أنت مش هتسيب يا مرMa ومش أي مكان الواحد يروح يغير فيه جوه ومتنزل؟ هتمشى في أردنا؟ أردنا؟ أي رسوح قولي يا حزن وهو أنت بتفعم في الزراعة؟ يعني كنت بتيجي للأرض وأنت صغير؟ أم لا، أنا كنت أحسن واحد يربع جول في البلد كلها بسم الله ما شاء الله عليك يا حزن إنو إحنا صغيرين كان أبوي يجيب لنا الخرفان والمواشي أنا ومروان ويقول لنا إلا آخر السنة هترمي لحم أكتر هاشتريها مني وأنا كنت أحسن واحد في الحكاية دي يعني أنت بتفعم في الزراعة ولا بتفعم في المواشي؟ اللي يحب الزراعة والأرض كان مروان كان كل يوم يجوم يجري من الفجرة على الأرض وكان يحب يحضر يوم الري مش كده وبس لا، وكمان يوم جمع المحصول وأنت كنت بتروح معاه؟ لا، أنا كنت أحب أسرح وكان والدي عم إسحاج هو صغير بحط البضاء على الكره ويطلع بيها الأسواج وأنا كنت أحب أروح معاه كنت أحب ألف الأسواج وأشوف الناس كنت شائية حاسن لما أنت يعني، ليه بتسأل الأسئلة دي كلها؟ أنت، أنت عاوز تعرف بصراحة؟ ما في أحلى منها أنا عاوزك تفتكر كل ذكريتك أنت لو شفت عينيك ووشك ونت بتحكي عنها كنت حاطفهم أنا بسألك ليه؟ طيب أنا بسألك هون، ليه؟ عشان تفتكر أن أنت ومروان كنت ذكريت واحدة وعمره واحد، الدم يا حسن عمره ما هيبقى مية أنا عاوزك تيجي تقول لي على نوحا، أنت عاما، وحبيب أبوه عشان لما يكبر، يفتكر أنه عاما كان بيلعب معاه وبيشيره ماشي يا حسن، استغنيك لك، صلاة عارف يا عزة أنا أول يوم دخلت المصنع ده فكرت في إيه؟ فكرت في إيه؟ كنت بصراحة بقول إزاي عندنا كل الأراضي دي والمساحات دي وكمان المحصول الكتير ده، وما نعملش مصانع للتعبئة، عصير، حاجات كتير بصراحة واضح إن الاسم ياسر ده عندو حقا، لو سمعت دلوقاتي بيقولي الكلام ده هيقول لساسا شهد جاية تاخد الدنيا كلها وعتلمها في جبهة هو أنا لما فكر في المصلحة العامة لكل الناس، transparentما أنت بفكر في الدنيا الوحدي جاسبتي خلاص متزعلش نفسك، أنا مش قصدي إلحواقي يا استاس شهد فيه إيه مالك؟ استاس ياسر خصام لي شهد عاشان جبت لحضرتك السديمن غير ما أقوله اتب افضل رح على مكتبك دلوقت ط habían انا لازم اقوم اروح له ممكن اعرف لما تروحيله هتوليله ايه؟ الاستاذ بيجازي الموظف بتاعه عشان سبب شخصي عشان جاب لي السيدي هو عايزهم ما يحترمونيش تاني اللي بيعملوا النهاردة ده بيقول لكل الناس انها تخاف منه تعملوا حساب لكن انا مش همشي ولا كلمة عليهم تاني خلاص يبقى تروحيله وتتكلمي معاه بالعقل ما بقاش ينفع بالعقل انا هنا بمثل القانون انا هنا عشان اجيب بحق الموظفين ابقى معاهم وعليهم ابقى معاهم لما يبقوا مظلومين وابقى عليهم لو غلطوا اجازيهم لكن الاستاذ ياسر بياملوا ده غلط انا لما قمتش دلوقتي جبت حق الموظف ده محدش هيحترمني تاني ادعي العبدالله ربنا يرحمه ادعي العبدالجواد ربنا يرحمه لا ارحمه ادعي العبدالله الزغاية ربنا يرحمه ويبردنا رمه عليه الظلم زلال وقام من ظلم العباد ياللي في البرج وعالي ياللي فاكر نفسك في السماء طاير وعالي وشايف الناس من فوق وهي بتولول وتلالي وانت قلبك حجر ونار عالغلبان اللي ايده مش طايلة جادر رب العباد زي ما علاك لفوق جادر يخليك زي تراب الأرض جادر زي ما خلاك في سابع سمع جادر يجيبك سابع أرض والدود يمس دمك يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم مية انا خلاص مش هفتح بج تاني مش هفتح بج تاني انا فوزي يا زينات فوزي عبد الجوال ايوه تعالي عايزة مني ايه؟ تعال انا عوزات تعالي عايزة مني ايه؟ كفايا اللي حصولي كفايا اللي حصولي كفايا حرام عليكم كفايا تعالي معاي تعالي 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 يا زينات انت كلتي يا زينات انا انا شم ريحة زفر يا فوزين بهيا خلصي تعالي حصليني تعالي تعالي